اهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان النهاردة الحلقة دي مش موجهة ليكم انتو بس الحلقة دي انا بوجهها النهاردة لاربع شرايح مختلفة بوجهها النهاردة للطلبة المستقبليين اللي حصلوا بمجميع جميلة للسنة دي على الاعدادية وان شاء الله هم مؤهلين للتحاق بالتعليم السنوي سواء التعليم العام او التعليم الفني احب بيين للطلبة الجداد اللي ممكن ان شاء الله يكونوا محتمل يكونوا طلاب من طلاب الزخرفة ان شاء الله اعرفهم بقسم الزخرفة عايزة كمان اوجه حديث النهاردة لخريج الزخرفة اللي انها دراسته السنة دي طلبة الدبلوم اللي انه دراستهم السنة دي او في السنوات السابقة انت لو انت مش عارف ايه اللي انت ممكن تقدر تعمله بدبلوم الزخرفة في الحياة يمكن انت تكون متخيل ان تخصصك قاصر على الرسم او على بعض الحاجات اللي انت تعلمتها فالنهاردة انا بعرفك ايه المجالات اللي انت ممكن تستخدم فيها تخصصك وتقدر تشتغل فيها من خلال ان انت خريج زخرفة الشريحة الرابعة اللي بوجه كلامي لها النهاردة هي اولياء الامور او الجمهور بشكل عام اللي ممكن ما يكونوش عارفين قسم الزخرفة فبالتالي لما يجوا اولادهم يختاروا قسم الزخرفة ممكن يكونوا متخيلين ان قسم الزخرفة ده بس بيعلم رسم بس اللي بيطلع منه ممكن يكون رسام او يقدر يرسم زخارف او يلون النهاردة احنا في حلقة بنتكلم فيها عن كل ما يمكن ان يخص قسم الزخرفة قسم الزخرفة من اجمل الاقسام اللي ممكن اي طالب يلتحق بيها سواء كان ولد او بنت يعني هو قسم يرتبط بالرقي بالفن بالثقافة بكل حاجة جميلة لها علاقة بالزخرفة يمكن تظنوا من كلامي ان انا متحيزة للزخرفة وانا احب اكد لكم ان ده ما الظن ده حقيقة انا فعلا متحيزة جدا للزخرفة متحيزة للزخرفة لاني لما اخترت الزخرفة بعد ما حصلت على الاعدادية اخترتها اختيار حر اخترت ان انا ادرس الدراسة دي الدراسة دي كانت من امتع ما يمكن وزي ما ديت لقسم الزخرفة من الاجتهاد ومن العمل ومن الاتقان ومن الحب الزخرفة ادتني من الثقافة ومن المتعة ومن المهارات اللي خلاني اقدر اكون اعمل حاجات كتير جدا في الحياة سواء في حياتي العملية او في حياتي الشخصية الزخرفة قسم لازم تستفيد بكل حاجة درستها فيه كل كلمة بتدرسها في الزخرفة بتعود عليك بالنفع والفائدة في كل جوانب حياتك خلينا كده الناس اللي ما تعرفش الزخرفة سواء الطالب اللي حاليا في قسم الزخرفة الطالب اللي هيلتحق ان شاء الله بالصف الاول السنادي اللي حاصلين على الاعدادية الطالب اللي انهى درسته وكمان اولياء الامور والجمهور العام وكل شخص يحب يتعرف على قسم الزخرفة خلينا كده الاول نعرف ان اسم قسم الزخرفة رسميا فاضلوا معنا كده هو اسمه ايه بقاه قسم الزخرفة والاعلان والديكور والتنصيق يعني الزخرفة مش حاجة واحدة الزخرفة بدرس فيها اكتر من جانب واكتر من حاجة بكل مجتملتهم الجانب الاول هو جانب الزخرفة طيب جانب الزخرفة ده انا بدرس فيه ايه تعالوا نشوف كده مع بعض بدرس انواع الزخارف المختلفة يعني رسومات زخرفية قسم الثاني هو التنصيق تنصيق الالوان وتنصيق الزهور وتنصيق الديكور الديكور نفسه سواء كان ديكور داخلي او ديكور خارجي الاعلان هو الاعلان عن المنتجات المختلفة الاربع حاجات دول بيشملهم قسم الزخرفة هنتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل اولا الزخرفة الجزء الخاص بالزخرفة هتلي تخصص او حاجة موجودة في الحياة ما فيهاش علاقة بالزخرفة الزخرفة مش رسم الزخرفة دهنات الزخرفة تشكيل الزخرفة تصميم فبالتالي ما فيش اي مجال في الحياة ما فيهوش زخرفة خلينا ندي مثال اول مجال من المجالات اللي الزخرفة بتدخل فيها المجال المعماري البناء سواء من الخارج او من الداخل عمارة خارجية يعني المبنى نفسه من اول تصميم المبنى بصوا كده اليس له علاقة بالزخرفة التصميم ده ما فيهوش زخرفة الزخرفة دخلة في التصميم ودخلة في الشكل بتاع المبنى وشكل الاعمدة حتى التشكيل الاساسي اللي متصمم به عشان يتعمل به المبنى او المدينة برضو فيه شيء من الزخرفة يعني الجمال الزخرفة هي المعنى الموازي او الواجه الاخر لعملة الجمال خلينا نشوف كده بصوا كل ده من المحاجات الزخرفية اللي موجوده فيها العمارة الخارجية طيب العمارة الداخلية هي كل ما يبنى داخل المبنى يعني حد يقولي ده ديكور وإيه الفرق بين الدكور وبين العمارة الداخلية العمارة الداخلية هي اجزاء سبتة بتتعامل من خمات البناء لكن الدكور ممكن يتعمل من خمات متحركة وأقدر أغير أماكنها يبقى بص الزخرفة دخلة كمان في العمارة الداخلية عندي الزخرفة في المجال الإبداعي كلمة إبداعي يعني إيه؟ يعني إيه مجال إبداعي؟ الزخرفة زي ما قلنا هي مراضف للجمال الإبداع ما أصود بي أنا بعمل فن للمتعة لترقية الزوق العام لإعطاء الصراء البصري والمتعة البصرية يعني أنا عندي هنا بعمل رسم الرسم ده هدفه تجميل هدفه إسعاد هدفه متعة هدفه إبداع ده كده اسمه غرض إبداعي بستخدم فيه الزخرفة زي اللوحات اللي إحنا بنشوفها سواء قديما من أول قدماء المصريين ومرورا بالرسامين في جميع المراحل وبجميع توجهات وبجميع المدارس الفنية في النهاية هو فن غرض والاستمتاع زي ما بنشوف مثلا الصورة دي قدامكم محطة المترو هل الصورة هنا ليها وظيفة؟ هل هي وظيفية؟ لا هي جمالية هي إبداعية هدفها إن الناس تشوف منظر جميل تستمتع بفن جميل تتعود على رؤية الفن عندي زخرفة في المجال الصناعي مجال الصناعة أنا عندي مفيش صناعة على وجه الأرض ليس لها علاقة بالزخرفة خلينا نشوف زي إيه؟ مثلا صناعة الأقمشة والملابس من أول السبغة اللي بازبغ بيها الأقمشة الرسومات اللي بعملها عليها كل ده شغل ينتمي لشغل الزخرفة نيجي بقى كمان لأنواع الأقمشة المختلفة الأشكال، التطريز، التفصيل حتى تصميم الملابس لازم مصمم الملابس يكون بيعرف يرسم كويس يعني الزخرفة هي جزء لا يتجزأ من هذا التخصص في إيه كمان في التخصص ده لي علاقة بالزخرفة غير التصميم؟ التطريز هو التطريز ده آه صح بنفزه بالخيوط لكن اللي أنا بنفزه ده عناصر إيه؟ برافو عليكم عناصر الزخرفية زخرفة شفت الزخرفة ولسه كمان هنتكلم عن حاجات كتير جدا جدا الزخرفة جزء منها مفيش مصنع موجود في العالم ليس له علاقة بالزخرفة يعني أنت مجالات عملك بعد ما تتخرج إن شاء الله هتكون متعددة كتير جدا ده تطريز بالخرز برضو ده زخرفة في زخرفة في الأجهزة الكهربية؟ يعني من ضمن الصناعات اللي فيها زخرفة الأجهزة الكهربية؟ طبعا النهاردة إنت لو عندك جهازين اللي اتنين ليهم نفس الكفاءة ونفس السعر ونفس الجودة هتختار أنهي هتختار الأجمل شكلا يبقى الزخرفة هنا لها قيمة ولا ملهاش؟ لها قيمة وقيمة عظيمة الزخرفة زي ما قلنا هي الوجه الآخر لعملة الجمال صناعة السيارات ودهان السيارات صناعة الأساس سواء في صناعة الأساس نفسه تصميم الأساس نفسه في زخرفة ليه علاقة بالفن ليه علاقة بالنحت ليه علاقة بالتشكيل الأقمشة اللي بغطي بيها المنسجات والمفرشات والأساس بتاعي شكل صناعة القيمة أو الحفر على الأخشاب كل ده برضو ليه علاقة بالزخرفة شغل الصدف برضو ليه علاقة بالزخرفة عندي كمان صناعة الحلية والمجاهرات والإكسسورات بجميع أنواعها سواء كانت حقيقية أو تأليد أو بلاستيكية كل الإكسسورات دي زخرفة كل ده شغل له علاقة بتخصص الزخرفة نرسم وبعد كده الجواهرج يشتغل بالخامة بتاعته ويصنع ولكن في البداية هو الدليل بتاعه إيه؟ الرسمة الزخرفية أو التصميم الزخرفي عندي كمان زخرفة في الصناعة المعدنية شغل الحديد المشغول أو الفير فور جي ده برضو زخرفة دخلت هنا في صناعة المعدن حتى السلك اللي بيستخدمه في الحماية والحديد اللي بيستخدم في الحماية سواء سلك عشان النموس أو حديد عشان الحماية ومنع السرقة برضو بيتعمل فيه أشكال زخرفية الأسوار، الدربزين بتاع السلالم، وحدات الإضاءة كل دي حاجات معدنية بتدخل فيها البوابات، كل ده بيدخل فيه الزخرفة حتى أبواب المحال المعمولة الغرض وظيفي برضو بيدوها التمويجة ودي فيها شكل زخرفي ووظيفي الزخرفة بتحمل الشقين تدي جمال وتؤدي وظيفة يبقى أنا عندي كمان مجال آخر تدخل فيه الزخرفة هو المجال الثقافي طيب حد يسألني هو إيه العلاقة مبين الزخرفة وما بين المجال الثقافي؟ علاقة وثيقة كبيرة جداً من أول تصميم الكتاب أو المجلة أو الجريدة له علاقة بالزخرفة غلاف الكتاب أو المجلة أو الجريدة له علاقة بالزخرفة الرسم الموجود على الغلاف تأسيمة الصفحات شكل الكتابة أنواع الخط كتابة بالخط العربي عنوين الصحف كل ده له علاقة بالزخرفة في عندي الزخرفة في المجال السياحي احنا بلد لها تاريخ عظيم عندنا تاريخ كبير جدا كتير جدا بيجوا من جميع أنحاء العالم علشان يتفرجوا عليه وبيبقوا عايزين ياخدوا معاهم أي هدية لها علاقة بهذا التاريخ العظيم احنا بقى عندنا منتجات بتعتمد على الأصار أو الحاجات السياحية أو المنتجات الشعبية اللي احنا بنتخصص بيها كشعب زي الأطباء النحاس وشغل الحفرة على النحاس زي شغل الفوانيس زي شغل تقليد التحف الفرعانية وطبعا الدولة نفسها عندها توجه دلوقتي وده موجود حاليا مصنع لإنتاج مصغرات أو تحف تقليد علشان تشجيع السياحة عشان السائح ياخد هذه النسخة المقلدة الجيدة أحب أقول لكم إن النسبة الأكبر من العاملين في هذه المصانع بيكونوا من طلبة قسم الزخرفة زي الشغل على ورق البردي لتأليد الأعمال الفرعونية القديمة كل دي منتجات سياحية بتشجع السياحة لها علاقة بالزخرفة كده الجزء اللي يخص الزخرفة وإن كان الكلام على الزخرفة يطول ويممكن يمتد لساعات طويلة ولكن إحنا هنكتفي بالقدر من الزخرفة ننتقل للقسم التاني وقسم التنصيق تاني حاجة بدرسها في قسم الزخرفة بدرس التنصيق التنصيق مش بس تنصيق الألوان طبعا أول حاجة بستقي منها تنصيق الألوان هو إبداع الخالق تنصيق ألوان نتعلم منه هو الطبيعة الإبداع الخالق في الطبيعة ده هو المصدر الأساسي لتعلم الإنسان وحب الإنسان للألوان وأنا بشوف أن الألوان نعمة كبيرة من نعم ربنا على الإنسان الألوان هي بهجة الحياة بنتعلم التنصيق في الألوان بس لا تنصيق في الألوان ده جزء فقط من التنصيق تنصيق ألوان ما معناه تنصيق الألوان مش معناه التشابه مش معناه ألوان منصقة يعني تكون متقربة من بعضها أو متشابهة أو من عائلة واحدة لا تنصيق يعني ألوان لها القدر على التعايش مع بعض وتديني شكل جمالي احنا بنشوف في خلق الله سبحانه وتعالى الوردة لونها أحمر والفرع لونه أخضر ودول لونه متناقضين حتى احنا بنسميهم ألوان متبينة ومع ذلك فيها كل الجمال التنصيق في الألوان التنصيق في الأشكال التنصيق ما بين النوعيات المختلفة التنصيق في الأحجام كمان عندي تنصيق فترين العرض وده طبعا فن الواحده متخصص قدرت تستنبت من خلال اللي احنا تكلمناه لحد دلوقتي كام مجال عمل انت كخريج زخرافة تقدر تشتغل فيهم إذا كنت شاطر وماهر واستفدت فعلا من دراستك وقدرت تستوعب كل ما فيها شفت كم التخصصات والصناعات ومجالات العمل اللي ممكن الزخرافة تدخل فيها قادي مجالة هون من مجالات تصميم فترين العرض سواء الداخلية أو الخارجية ده زخرافة طبعا ده له علاقة بالزخرافة وله علاقة بالتشكيل عندي كمان من ضمن أنواع التنصيق تنصيق الظهور تنصيق الظهور وده موجود طبعا وهو فن له دراسة عميقة ومجال كمان ممكن نتكلم فيه لوحده الشق التالت من نوعيات الدراسة اللي أنا بتلقاها في قسم الزخرافة الديكور بدرس معلومات عن الديكور بتخليني أقدر أكون مساعد مهندس ده إذا ما أكملتش لكن أنا لو كملت ممكن أنا شخصيا أبقى مهندس لكن أنا لو اكتفت بالديبلوم أو حاولت يعني إيه اللي ممكن أنا أقدمه أنا طالب ديبلوم ممكن أكون مساعد لمهندس الديكور ومن خلال فهمي اللي أنا درسته هكون مساعد شاطر وهكون مفيد جدا في عملي أول حاجة الدهنات طب الدهنات دي بتفيدني في المستوى العملي بس لأ أولا النهاردة إذا أنت مسكت أدوات الدهان واشتغلت عشان تدهن أنت مش بس هتكون شاطر إداءا لأنك اشتغلت ده عملي في المدرسة وعرفت بيتعمل إزاي وعرفت بيتكون إزاي لأ ده أنت كمان هتكون شاطر في إنك أكاديمي فاهم فاهم نسب الخامة وفاهم الخامة دي تنفع تتحط على دي ولا لأ وده مائي وده زيتي وده لاصق وده غير لاصق كل ده أنت هتبقى عارفه وفهمه من خلال دراستك للزخرفة كمان على الجانب الشخصي هتقدر تكتفي بنفسك لأنك هتبقى قادر على دهان شاقتك وأي مكان أنت متواجد فيه من الألف للياء بإيديك وبمنتهى السهولة وده للاولاد والبنات كمان يعني باختصار دخلت قسم الزخرفة يبقى أنت هتكون قادر على أنك تقوم بأي عمليات دهان موجودة في قلب البيت هتقدر تدهن الأخشاب هتقدر تدهن المعادن هتقدر تدهن الجدران هتقدر تجدد دهان بيتك يعني بدل ما تبقى مسألة تجديد دهان البيت دي عملية شقة وعملية مكلفة بوجودك أنت وبمهرتك اللي أنت هتكتسبها من قسم الزخرفة هتقدر تحول العملية دي لعملية سهلة وجميلة وغير مكلفة على الإطلاق بل بالعكس أنت هتحس بمتعة كبيرة جدا لما تشوف أن الحاجة اللي أنت كان حدي تاني بيعملها وبتبصلها على أنها حاجة صعبة ومحتاجة استعداد ومحتاجة تجهيز بقيت أنت نفسك قادر أنك أنت تعملها بإيدك وما فيش حاجة يفخر بها الإنسان قد المنجز اللي هو بيقدر يصنعه ويشوف نتيجته طبعا وتكون متقنة وتكون جميلة غير الدهانات بقى عندي إيه تاني؟ عندي بعض الحاجات اللي أنا بستخدم فيها الزخرفة طبعا هي الدهانات يدخل تحتها أو يندرك تحتها تكسيات الجدران زي وراء الجدران أو التجليد التجليد دوة أو وراء الجدران تغطية للحطة ولكن بخامة غير الدهان كل ده أنت هتتعلمه في قسم الزخرفة أقدر أدهن كل حاجة إن شاء الله بعد ما أطلع من قسم الزخرفة كمان عندي الأساس والمفروشات والدهانات والوحدات الفنية كل دي وحدات الدكور عندي الستاير طبع الدكور دكور المنازل عندي دكور في الستاير عندي ممكن أعمل وحدات زي الأرفف عندي ممكن أعمل زخرفة في الأبواب تشكيل في الستاير مع السجاد مع المفروشات تشكيل في السلالم أعمل زجاج ملون أعمل قمريات كمان عندي ديكور الوحدات التجارية أقدر من خلال أن أنا بعمل ديكور محل طبعا أقدر أكون قادر على تنفيذ الوحدة بتاعت الدكور وأقدر على دهانها وأقدر على اختيار شكلها وأقدر أشتغل على تنصيق الوحدات جوه المكان التجاري لأن أنا واحد دارس يعني إيه تنصيق يعني إيه قتلة يعني إيه فراغ يعني إيه اللي ينفع يتحط وإيه اللي ما ينفعش يتحط عندي كمان حاجة اللي هي الديكور الفني طبعا الديكور الفني اللي هو الديكور المسرح وديكور السينما يعني إنت كمان تقدر تشتغل في مجال السينما والمسرح هتبقى فني ديكور وتقدر تتعامل في مجال الديكور لأنك هتبقى فاهم أنواع الأخشاب وأنواع الخمات الدخلة في تصنيع الديكور من الألف إلى الياء إنت كمان تقدر تشتغل في الديكور الفني الخاص بالسينما والمسرح الشق الرابع عندي هو شق الاعلان طيب لما نيجي نتكلم عن الاعلان الاعلان هو المجال اللي بقدر من خلاله اعلن عن اي منتج طيب خلينا نقول مع بعض كده الاعلان اول هدف من اهدافه ايه لفت النظر شد انتباه المشاهد علشان يعرف المنتج او الحاجة دي من الحاجات اللي انت هتتعلمها ازاي تصمم لوجو او شعار مفيش اي شركة في العالم ليس لها شعار بل ان الشعار له قيمة كبيرة ليه الشعار بيختصر كل ما يعبر عن هذه الشركة وعن نشاطها وعن مدى جودة منتجها وايه اللي بتقدمه من خلال شعار صغير شفت الزخرفة ازاي بتقدر تكون معبرة عن حاجات كبيرة جدا يعني اللوجو بتاع الشركة ده انت المفترض تكون قادر على تصميم لوجوهات يعني شعارات عندنا طبعا كمان الاعلانات الموجودة في الشوارع عندنا الاعلانات اللي موجودة في الطرق عندنا كمان الاعلانات الورقية المطبعات اللي بتطبع في المعارض وبتطبع في اي وقت من اوقات عشان تعلن عن منتج عندنا كمان اي نوع من انواع المطبوعات ده ليه علاقة بالايه بالزخرفة وبرضو ليه علاقة بالاعلان او الدعاية بعد كده هنتكلم عن الشق التاني وهو اهم مواد الزخرفة المواد اللي بقدر من خلالها ادرسها في قسم الزخرفة واقدر اعرف هي طبيعتها ايه وهي بتتكلم عن ايه والمواد دي انا ليه بدرسها ازاي اقدر استفيد منها في حياتي العملية يبقى انا دلوقتي اتكلمت الاول عن قسم الزخرفة بشكل عام قلت ان قسم الزخرفة زي ما قلنا بينقسم لديكور وتنصيق واعلان والحاجات دي كلها انا بقدر اوظفها مع بعض عشان في النهاية اقدر اقوم باي عمل ليه علاقة بالزخرفة طيب انا اذا دخلت قسم الزخرفة هدرس ايه ايه الدراسة او ايه نوعية الدراسة اللي انا هدرسها في قسم الزخرفة اول مادة من مواد قسم الزخرفة هي مادة الرسم الهندسي طيب خلونا نتكلم شوية عن مادة الرسم الهندسي المادة دي من اسمها كده رسم هندسي يعني رسم بيعتمد على الادوات الهندسية ببتدي اتعرف على الادوات الهندسية من الالف الى الياء يعني انا النهاردة عشان فيه برضو حاجة مهمة بعض الطلاب ممكن يحجموا عن دخول قسم الزخرفة لاعتقادهم ان هما لازم يكونوا موهوبين في الرسم عشان يلتحقوا بقسم الزخرفة يعني يقولك ايه انا هدخل الزخرفة ازاي وانا مش بعرف ارسم لا المهم بس انت تكون حابب ومجتهد وعندك الاستعداد في الحالة دي هتقدر تتقن كل ما هتتلقى وهتتعلم انت عليك ان انت تلتحق بقسم الزخرفة واحنا علينا ان احنا نعلمك ازاي ترسم كما نبتدي نتكلم في مادة الرسم الهندسي ايه اول حاجة بدرسها في الرسم الهندسي اولا بدرس انواع الاقلام انواع الاساتيك انواع البراجل بتعرف على كل الادوات الهندسية اللي موجودة عندي من الالف الى الياء ازاي افرق بين الالم التقيل والخفيف ازاي افرق بين البرجل العادي والبرجل الخاص بالتحبير انواع المساطر كل مصطر اللي ها استخدامها وحدات القياس المختلفة سواء بالبوصة او بالمتر او بالسانتي او كذا بعد كده بقى ببتدي اشتغل عملي من اول الخط وتقسيم الخط لحد ما بقدر ارسم جميع الاشكال الهندسية طيب حد يسألني لو انا دلوقتي ما دخلتش دراسة ليه علاقة بالهندسة هستفيد بالمادة دي في حياتي ايه زي ما اتفقنا وبكرر تاني جميع مواد قسم الزخرفة زي ما بتفيدنا في الجانب العملي في حياتنا كشغل بتفيدنا في الجانب الشخصي تعال انت النهاردة في بيتك حاجة دائرية عايز تجيب مركزها الرسم الهندسي يعلمك ازاي تجيب مركزها عندك حيطة مساحتها كذا عندك خط عايز تجيب تنصيفه عايز ترسم سداسي عايز تعمل اي شكل من الاشكال الهندسية هتقدر تتعلم ترسمه من خلال مادة الرسم الهندسي المادة اللي من خلالها يتعرف الطالب على الادوات الهندسية دي اول حاجة يتعرف على انواع الخطوط انا عندي انواع كثيرة من الخطوط سواء من خلال دلالتها هندسيا انت ما بتجي تشوف تصميم هندسي تلاقي في خطوط مستقيمة في خطوط منقوطة في خطوط مهشرة في خطوط منقطة في خطوط تهشير وطمئيط كل دا ليه معنى كل خط في الرسم الهندسية له معنى وله دلالة بعد كده ببتدي اتعرف على الاشكال الهندسية وازاي ارسمها لما تكون شاطر في مادة الرسم الهندسي او لما تدخل قسم الزخرفة هتتعلم ازاي ترسم من اول تنصيف المستقيمات تنصيف الزوايا المختلفة تأسيم الزوايا تأسيم اي نوع من انواع الزوايا لاي عدد من الزوايا اللي انت عايزها يعني لما تيجي تعمل برواز وعايز تزبط زوايا 45 هل انت كانسان عادي تقدر تجيب زوايا 45 بالزبط؟ لا طالب الزخرفة بمنطقة البساطة ببرجل فقط يقدر يجيب زوايا 45 ويقدر يجيب زوايا 22.5 كمان لو عايز ويقدر يجيب اي قياس من الزوايا كل دا بيتعلمه في مادة الرسم الهندسي كمان بيعرف يرسم جميع الاشكال من اول المسلس المربع المستطيل المعاين كل دا ليه طريقة في الرسم حتى القطع الناقص البيضاوي بعد كده بينتقل من رسم الاشكال لرسم المجسمات المجسمات اللي هي الحاجة سلسية الابعاد دا برضو يخلينا نقول نقطة مهمة جدا يمكن انت في دراستك درست المسطحات ودرست المجسمات الرسم الهندسي هيعلمك ازاي تفرق بينهم ازاي تقدر تحلل المجسم ازاي تقدر تعرف المنظور بتاعه المنظور اللي انتوا شايفينه اللي هو بيعبر عن ثلاث اتجاهات من الشكل دا المنظور اللي هو ازاي بشوفه بعيني دا اسمه منظور والمنظور طبعا عندنا ليه اكتر من طريقة واكتر من زاوية عندنا منظور مائل من الجهتين ومنظور مائل من جهة واحدة وعلى ثلاثين وعلى خمسة واربعين ولكن انا النهاردة عندي الدراسة كل هذه المنظير وطريقة رسمها وطريقة رسم اي مجسم سواء كان منشور او مكعب او استوانة او حتى كرة كل حاجة اقدر ارسمها في مادة الرسم الهندسي برسم لها المنظور فقط لا طب مش بس الاشكال الهندسية دي بداية ان انت تقدر تعمل منظور لمبنى بداية ان انت تقدر تعمل منظور لقطعة اساس بداية انك تقدر تعمل منظور لحجرة تقدر تتخيلها وتتخيل ابعادها تقدر تتخيل المكان ده هتبقى تقسمته عاملة ازاي التكسيم بتاعه عامل ازاي كمان النقطة التانية بتعرف على حاجة اسمها المساقط ودي اللي احنا شايفينها في الصورة الموجودة على جهة اليمين المساقط هي عبارة عن ثلاث صور، ثلاث لمحات لنفس المجسم ولكن من ثلاث اتجاهات مختلفين كل جسم موجود في الطبيعة له سلاسة مساقط مساقط الرأسي هو شكله من الأمام المساقط الجانبي هو شكله من الجمد المساقط الأفقي هو شكله لما ببص عليه من أعلى أو اللي هو القاعدة اللي بيرتكز عليها دي كده التلاث مساقط أنا كطالب زخرفة هعرف أرسم اللي أنا شايفه ده لا أنا هرسم أكتر من كده وهقدر أرسم جميع المساقط وجميع الأشكال المجسمات والمسطحات وأقدر أرسم اسقطها سواء المساقط الرأسي أو المساقط الأفقي أو المساقط الجانبي وأقدر أستنتج أنا كمان المساقط بتاعتها بعد كده يعني إذا داك مساقطين تقدر كمان تستنتج التالت وإن كان دوت مش جزء من دراستنا لكن هو هيتوجد عندك بعد كده مع الوقت هتقدر تتعلم إزاي تستنتج المساقط الثالث طيب أنا بدرس بس منظور ومساقط لا أنا بدرس حاجة تالتة اسمها انفراضات طيب عارف الانفراضات دي ممكن تفيدك في إيه تقدر تحول ورقة ورقة عادية جدا مسطحة رسمت عليها انفراض مكعب بشكل سليم مجرد ما هتقص الورقة ديه وهتتنيها بشكل سليم وتجمع أجزاءها هتقدر تحصل على الشكل اللي أنت عايزه يعني أنا أقدر بعد كده أنا لو عايز أعمل مجسم أصنعه أنا بأدية في قلب البيت أنا أقدر أعمل ده طبعا أقدر أعمل ده الكلام ده أنت هتدرسه عملي لما تدخل قسم الزخرفة يبقى الزخرفة يعني شايف المجسم اللي قدامك ده بمنتهى السهولة أنت تقدر تعمله حد كده يقول لي إيه أول حاجة خطرت في بالك أو افتكرتها آه بيفكرنا بقعدة الفنوس يعني أنت تقدر تصنع فنوس خشبي أو ورقي في البيت من الألف للياء بأي أشكال مجسمات أنت عايزها لأنك درست انفراضات المجسمات في مادة الرسم الهندسي بنرسم الهرم المخروط المنشور جميع المجسمات زي ما قلنا برسم المساقط وبرسم المنظور وبرسم الانفراضات اللي بتؤهلني أن أنا بعد كده أقدر أعمل مكتل أي شكل هندسي وبس كده لأ رسمي للأشكال الهندسية بيخليني أتعلم إزاي أطلع أشكال زخرفية هندسية يبقى النهاردة أنا علشان أبني شكل زخرفي ما أبني على أساس هندسي لازم الأول أعرف إزاي أرسم الأساس الهندسي يبقى الرسم الهندسي هو المؤسس لدراسة الرسم الفني اللي من خلاله أول جزء فيه بدرس الجزء الهندسي يبقى الرسم الهندسي يعتبر جزء من الرسومات الفنية اللي أنا باخدها في قسم الزخرفة وعايز أقول حاجة مهمة جدا عن الرسم الهندسي أي دراسة إن شاء الله هتلتحق بيها بعد الدبلوم وإن شاء الله طبعا تكون متفوق وتلتحق بدراسة جامعية لا تخلو من مادة الرسم الهندسي والتطور الطبيعي لها المادة المنظور أو مادة الهندسة الوصفية يعني طلبنا المتفوقين اللي قدروا يجيبوا مجموع عالي ودخلوا كليات الهندسة أو كليات التعليم الصناعي أو كلية التربية جامعة حلوان كل الطلبة دول بيدرسوا مواد لها علاقة أو أساسها هو الرسم الهندسي يعني أنا برضو فيه نقطة هنا مهمة جدا عايز أقولها عن قسم الزخرفة قسم الزخرفة مش قسم دراسته كل سنة ملهاش علاقة بالسنة اللي قبلها لا إحنا القسم بتاعنا الدراسة فيه دراسة شبه ترقومية مش ترقومية في الامتحان وإحنا هنا مش بندرس عشان نمتحن إحنا هنا بندرس عشان نتعلم وعشان نكتسب مهارات دراست الزخرفة دراسة ترقومية بمعنى إيه؟ بمعنى أن انت بتدرسه في سنة أولى في مادة المعدات هيكون أساس اللي هتدرسه في سنة تانية وأساس اللي هتدرسه في سنة تالتة هيتبني عليه المعلومة يعني الرسم الهندسي اللي هتدرسه في أولى في التعليم الفني هيكون أساس لمادة المنظور اللي أنت هتتعلمها في الجامعة إن شاء الله أساس لمادة الهندسة الوصفية يعني إذن أنت لو ما كنتش متأسس رسم هندسي صح مش هتقدر تكون شاطر في المواد دي يعني ما تقولش أنا خلاص نجحت أنا خدت الدبلوم المادة دي أنا مش محتاجة تاني لا خالص إحنا المواد بتاعتنا مهمة جدا وهي أساس لدراسة مواد تانية والرسم الهندسي من أكتر المواد الجميلة اللي هتستفيد بيها في حياتك العملية نتكلم بقى شوية عن الرسم الفني ونشوف بعض الرسومات من رسومات مادة الرسم الفني هنا دي بقى مادة التزوق مادة الجمال مادة المتعة مادة الإبداع مادة تحويل ورقة بيضاء ليس لها قيمة إلا تمن الورقة إلى لوحة عظيمة يدفع فيها أموال بالملايين النهاردة عندي سواء كانت لوحة ورقية أو من القماش أو من أي خامة أنا النهاردة عندي الخامة دي قبل أن أضع عليها فني إيه كانت قيمتها؟ لا شيء النهاردة الفن هو اللي أعطى الخامة هذه القيمة شايفين الألوان وجمال الألوان؟ طب أنا بدرس إيه في الرسم الفني؟ الرسم الفني بينقسم لشقين شق بتتعلم إزاي ترسم والشق التاني بتتعلم إزاي تلون بالتة والألوان؟ الرسم الفني أنا بعتبره مادة الإبداع والاستمتاع في دراسة الزخرفة والرسم الفني إذا التحقت بأي كلية لها علاقة بدراستنا هتلاقي إن الرسم الفني مؤسس ليك لإنك تكون بعد كده هتاخد فنون تشكيلية هتعمل دراسات طبيعية يعني اللي أنت بتدرسه هنا بشكل مصغر في مادة الرسم الفني هتدرسه بعد كده كل جزء فيك مادة مستقلة في تعليمك الجامعي إن شاء الله لما تلتحق بالجامعة طيب الرسم الفني إيه المراحل اللي أنا بمر فيها في دراستها؟ إنت هفترض إنك إنت جايلي مش بتعرف تعمل أي حاجة في الرسم الفني أنا وظيفتي كمعلم زخرفة وإحنا عندنا معلمين زخرفة في قمة المهارة قادرين على إن هم يكسبوك جميع المهارات اللي إنت محتاجها في مادة في مواد الزخرفة كلها وخاصة مادة الرسم الفني طيب الطالب بيتعلم إيه أول حاجة؟ أول حاجة بيتعلم الإقلام الرصاص وأنواعها اللي إحنا خدناها في الرسم الهندسي وإزاي يستعملها؟ بيبتدي يرسم في الأول أشكال هندسية بسيطة يبقى عرفنا ليه إحنا بنتعلم الرسم الهندسي؟ لأن الرسم الهندسي هيبقى جزء من شغلنا في الرسم الفني يبتدي الأول يرسم أشكال بسيطة من خلال الأشكال البسيطة دي يرسم أشكال تانية أكثر تعقيداً بعدين ينتقل لمرحلة الدراسة الطبيعية دراسة طبيعية يعني بدرس عناصر لها علاقة بالطبيعة ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده بعد كده هو بيبتدي يتعلم الأول أنا قدامي عنصر طبيعي العنصر الطبيعي ده يبقى الأول خلينا نشوف كده أنا بدرس إيه؟ شايفين الرسم الهندسية اللي قدامكم دي؟ طالب من الطلبة الجداد يقول إيه؟ لا 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 دي رسمة صعبة جداً أنا مش ممكن أعرف أرسمها دي في منطقة الصعوبة لا أنا عايز أقولك أن أنت لما هتطقن مادة الرسم الهندسي هترسم الرسمة دي بمنطقة سهولة الرسم الهندسي مادة تيكنيك مادة تعلم طريقة إذا تعلمت الطريقة تقدر بعد كده تبدع مش بس أنت هتعرف ترسم ده لأ أنت كمان هتقدر تبتكر أشكال بإبداعك أنت بتفكيرك أنت بمهرتك الشخصية يبقى الرسمة اللي أنت متخيل شايف دي بص كده شوف الرسم بيبين لي المراحل اللي مشيت عليها واحد اثنين ثلاثة ودي بيسموها الأطباق النجمية الإسلامية دي من الزخارف الهندسية الموجودة في الفن الإسلامي تعال نبص كده بص شكلها بدأت إزاي رسمت وحدة مسمن بعد كده بدأت أعمل في تقسيمات بالبرجل وتوصيلات بالمسطرة بعد كده طبعا أنت هتتعلم في الرسم الهندسي إزاي ترسم المسمن وإزاي تبتدي بعد كده تقسم وبعد عملية التقسيم بنعمل عمليات توصيل مختلفة وعمليات تقسيم أصغر شايف النتيجة اللي إحنا بنوصلها في الآخر شايف الرسمة اللي إنت تظن إنها معقدة دي إنت هتقدر تعملها في ثلاث دقايق بالزبط ومنتهى المهارة لإنك طالب شاطر في قسم الزخرفة بصوا ده تلوين زميلكم في قسم الزخرفة ده من أعمال طلاب قسم الزخرفة هم اللي رسمينه وهم اللي عاملين الألوان وهم اللي مدرجينها يعني إنت هتقدر في يوم من الأيام يكون لك القدرة إنك إنت تعمل تصميم زي ده على مساحة كبيرة أو مساحة صغيرة وتقوم بتلوينه وتدريجه زي ما إنت شايف كده ده شغل طالب من طلاب الزخرفة أو طالبها يعني من طلابنا بنات وبنين كلهم في منتهى الشطارة دي برضو من الأطباق النجمية الإسلامية اللي بنعتبرها من الوحدات الهندسية اللي فيها شيء من التركيب الشديد اللي هو زي ما قلنا بتحتاج لمهارة وبتحتاج لإتقان في سواء رسمها أو في تلوينها برضو دي وحدة من الوحدات الزخرفية اللي منفزها طلبة قسم الزخرفة ده شغل طالب زميلك بأيديه شوف جميل قد إيه شوف تأسيمات شوف تدريجات الألوان دي المرحلة التانية اللي هنتكلم فيها إزاي بكون الألوان قبل ما تكلم عن تكوين الألوان وتعرفنا في قسم الزخرفة في الرسم الفني بالألوان خلينا نتكلم عن موضوع إن أنا بعد ما بقدر أنقل مرحلة الأولى أنت خلاص أتقنت مهارة النقل والتكبير التكبير يعني إيه أنا بعلمك النسب بعلمك إزاي تنقل الرسمة بنفس شكلها بنفس تفاصيلها بنفس نسبها لمساحة أكبر من المساحة اللي قدامك وبتديني نفس الجودة وتقدر تنقلها بمنتهى الدقة طيب أنت خلاص بقيت بتنقل كويس جدا بتكبر كويس جدا هننتقل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة التحوير التحوير يعني الإضافة التحوير يعني بحول العنصر الطبيعي العنصر الزخرفي أشيل تفاصيل أحط تفاصيل أغير حاجة أكبرها أغير تشكيل الوحدة الزخرفية الطبيعية بعد ما بعمل ده زي ما إحنا شايفين كده يعني هل أنا موجود عندي وردة بالشكل ده طبقا لده في الواقع لأ أنا أخدت الشكل الأصلي وعملت له تحوير لما نيجي نتكلم بقى عن العناصر الطبيعية لأ إحنا عايزين قبل ما نتكلم عن العناصر التاريخية نقول حاجة صغيرة كده عن العناصر الطبيعية العناصر الطبيعية هي بتنقسم لتلات أنواع من العناصر أنا عندي العناصر الطبيعية اللي موجودة فيه الطبيعة عندي أو النوع بيسموه الطبيعة الصامتة يعني مش بيبقى هنا طبيعة حية يعني فيه طبيعة حية وفيه طبيعة صامتة الطبيعة الصامتة زي النبات مثلا النبات طبيعة ولكنها طبيعة صامتة تتحركش ما فيهاش روح طيب الشق الثاني هو رسم الطبيعة الحية رسم الطبيعة الحية ده بقى يندرك تحت منه كل أنواع الرسم اللي انت بتشوفها من رسومات الطيور الفراشات الأسماك جميع الكائنات الحية رسم البرتريهات والرسومات الشخصية كل ده بيندرك تحت الأسماك والفراشات والطيور وكل الوحدات الحية ده بيندرك تحت الوحدات الطبيعية الحية يبقى الوحدات الطبيعية اللي أنا بقوم بدراستها أنت هتكون قادر على رسم الهياكل والتشكيل والتشريح بتاع الكائنات الحية دي سواء إنسان أو جميع أنواع الطيور والحيوانات هتقدر تتدرب عليها وهتقدر ترسمها بمنتهى الإتقان ومش بس كده أنت هتقدر تحورها وتطلع منها بوحدات زخرفية طيب نكمل كلامنا أنا بقى بعد ما بطقن مرحلة النقل والتكبير والتحوير كمان أنا بدرس العناصر التاريخية طبعا إحنا بحكم انتماءنا لتاريخنا العظيم تاريخنا المصري القديم والحكم الفرعوني ومرحلة الإبداع اللي العالم كله بينباهر بيها ومازال لحد النهاردة بيتعلم منها ولسه بيكتشف ويستكشف أسرارها حضرتنا العظيمة دي طبعا إحنا بنهتم إن إحنا نعرف الطالب هنا برضو ألفت النظر لنقطة مهمة جدا إن أنا عندي الفن هو ناقل لأسرار التاريخ يعني التاريخ هو حاجة إحنا معيشناهاش عرفنا بيها إزاي وصلت لنا إزاي النهاردة أنا عرفت منين عظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال البرديات ده فن ده زخرفة من خلال النحت ده فن وزخرفة من خلال البناء المعابد ده فن وزخرفة يعني شوف الفن وزخرفة هي كانت الوعاء أو الناقل الحقيقي للتاريخ والحضارة حفظت الحضارة ونقلتها لولا الزخرفة ولولا الفنانين ما كناش قدرنا نعرف حاجة عن الحضارات القديمة حتى الإنسان البدائي الإنسان اللي كان عايش في الكهوف حتى إنسان الكهوف كان بيرسم وقدر ينقل لنا حياته وإزاي كان بيصطاد وإزاي كان بنعمل وده بندرسه في مادة تاريخ الفنون بعد كده بالتفصيل هنتكلم عنه حتى حياة إنسان الكهف الإنسان الأول حتى الإنسان الأول يحتاج أنه يرسم شوف قد إيه الرسم حاجة مهمة للتعبير شوف قد إيه الرسم كان هو أساس لبناء حضارات كثيرة بنيت على مكانة موجودة قديما قبلها من أول الإنسان البدائي اللي رسم على جدران الكهوف بدماء الحيوانات ودهونها وبالأصباغ الموجودة في النباتات الطبيعية وبالمواد اللي موجودة حوالين منه الغروية اللي موجودة في النباتات زي مثلا النباتات الصبرية أو كذا قدر يستغل المواد دية الجيلاتينية أو اللاصيقة أو كذا أو كذا في أن هو يقدر يرسم على جدران الكهوف وده اللي وصل لنا حياته كانت عاملة إزاي كمان من ضمن الحاجات ودي حاجة مبدعة جدا لأنها لها علاقة بهويتنا إن إحنا بندرس الخط العربي هل أنا لما هتخرج من قسم الزخرفة هكون خطات لا أنت مش هتكون خطات محترف ولكن هتكون عندك دراية كافية بأنواع الخطوط بأشكالها إزاي تقدر ترسم أنواع بسيطة منها وده هيؤهلك إن إنت لو حبيت بعد كده تدرس الخط العربي وتكون محترف فيه الزخرفة بتؤهلك لدوة بمنتهى الكفاءة خط العربي هو حامل الهوية هو اللي بيعبر عن هويتنا العربية لما نيجي نتكلم عن الخط العربي بنتكلم من أول الكوفي المربع اللي هيكون سهل عليك جدا إن إنت تتعلمه وترسمه في كراسة المربعات عندك وترسمه في الرسم الفني وتحبره لحد أنواع الخط الكوفي اللي ممكن بتصل إلى عشرين نوع مختلف من مدينة إلى مدينة خط السلس خط الرقعة خطوط هي بحر لوحدها يعني إحنا إذا حبينا نتكلم عن كل نقطة تكلمنا فيها في الزخرفة النهاردة الخط ده لوحده يحتاج مش حلقة واحدة حلقات كثيرة جدا للتحدث عن أنواع الخطوط طيب أنا عندي هدرس الخطوط العربية فقط لا أنا هدرس كمان الخطوط الأجنبية أو الإنجليزي أو الخطوط اللاتينية طيب أنا النهاردة هستخدم الخطوط دي في إيه؟ هستخدمها في أغلفة الكتب هستخدمها في الإعلانات يعني هل أنا هكون قادر على تصميم غلاف كتاب وكتابة اسمه؟ أكيد هتكون قادر على دوات طيب إذا أنا هستخدم الخط سواء في الإعلان سواء في المجال الثقافي في المجالات المختلفة قسم الزخرفة ودرستك في الرسم الفني بتؤهلك إنك تكون قادر على إنك ترسم الخطوط طيب خليني أنا دلوقتي رسمت الوحدات الصمتة رسمت الوحدات الحية رسمت الوحدات الهندسية رسمت الوحدات الطبيعية رسمت الوحدات التاريخية كل ده قادر إن أنا أرسمه وأنقله وأكبره وأحوره ورسمت كمان أنواع الخطوط المختلفة نيجي بقى للمرحلة التانية في الرسم الفني أنا الرسومات دي بعد ما هرسمها طريقة إخراجي ليها هتكون إزاي طريقة الإخراج هتكون حاجة من اتنين أول حاجة إن أنا هقدر أعلم الطالب إنه يظهر الشكل ده أو يجسمه بطريقة الظل والنور خلينا كده نفكر في كلمة ظل والنور الظل والنور هما تلخيص لفكرة التكسيم بدرجات الأبيض والإسود مش أبيض وإسود فقط ولكن الأبيض والإسود وما بينهما يبقى الظل والنور بدي تكسيم بدي عمق بدي بعد ثالث طبعا كلنا عارفين يعني إيه البعد الثالث إحنا كل حاجة في الحياة موجود لها ثلاث أبعاد طول وعرض وارتفاع أو عمق وهو اللي بيديني التكسيم أو البعد الثالث أنا كطالب ظخرا فهتعلم أرسم رسومات بالبعد الثالث أيوة وبمنطقة البساطة هتتعلم لإنك عرفت إزاي ترسم منظور فهتقدر ترسم رسومات لها بعد ثالث طيب هلون إزاي بقى؟ هستخدم درجات الأقلام الرصاص المختلفة أو أقلام الحبر المختلفة أو أقلام الجاف كمان وده فن جديد ظهر في المرحلة الأخيرة وبيستخدموا طلاب الزخرافة وبيستخدموا كتير جدا من الفنانين التزليل أو الظل والنور أو التكسيم بدرجات ظلية مختلفة بالأقلام الجاف يعني أنا عندي تزليل بالألم الرصاص عندي تزليل بالألم الجاف عندي تزليل بأنواع الأقلام المختلفة هنتقل بعد كده لطريقة التزليل المختلفة اللي أنا بستخدم فيها ده لو ركزنا في الرسمة هنلاقيه عبارة عن تنقيط بالقلم التحبير التنقيط دوت أنا بستخدم فيه تنقيط دوت أنا بستخدمه فيه التحبير طيب إيه اللي أنا بعمل به درجات الظل والنور في التنقيط تعالوا كده نبص للرسمة بعمل إيه؟ أنا بعمل توسيع وتضييق أو تقريب وإبعاد للنقاط يعني أنا هنا ما عنديش درجات رمضية ما عنديش درجات مختلفة زي الألم الرصاص أقدر أعمل فاتح وغامق أنا عندي هنا يا إما أبيض يا إما أسود ده في التحبير يا إما أبيض يا إما أسود طب أنا أقدر إزاي من خلال الأبيض والأسود أطلع عشر درجات بمنتهى البساطة لو أنا جيت في الجزء القاطم جدا عملت 100 نقطة جنب بعض جيت في الجزئية اللي بعد منه عايزا أفتح شوية عملت 80 نقطة بس ووسعت ما بين النقطة شوية هلاقي إن درجة اللون بقت أفتح شوية طب تعالوا أنا عايز أعمل 50 نقطة برافو عليكم لما تبتدي الفراغات البيضة ما بين النقطة تزيد هيديني درجة 50% يعني أحس إنها أفتح شوية وهكذا يبقى التزليل بالتنقيد باعتمد فيه على عملية التقريب أو الإبعاد ما بين النقطة اللي بعملها بالألم الحبر رغم إنه بيديني درجة واحدة ده تحبير بالألم الحبر لوحدة هندسية مركبة شايفيني الوحدة المعقدة على فكرة دي رسم أحد طلاب الزخرفة أو طالبات الزخرفة شوف الرسمة المعقدة جدا اللي انت شايفها قدامك دي دي رسمها طالب زيه زيك الطالب دوت هو اللي عملها من الألف إلى ألياء شايف دي ده برضو رسم طلاب الزخرفة أسماء طالبة رسمة الجميلة ديت وتقدمت بيها في إحدى المسابقات في وزارة الثقافة وهي حصلت على أحد المراكز يعني إحنا كمان الفن بتاعنا ده هيفتح لنا مجالات كبيرة جدا في الحياة دي دراسة ظلية دي دراسة ظلية هي بدرجات الظل والنور قدرت أعمل الدرجات بتاعتي كلها عن طريق الظل والنور عندي هنا كمان دراسة برضو ظلية دي بالألم الجاف لسه كنا بنقول عن الدراسة بالألم الجاف المرحلة اللي بعد كده في الرسم الفني هي مرحلة التلوين بقدر أعمل عملية لتلوين أي حاجة بعد ما بتعرف الأول على أساسيات الألوان الألوان الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق بفتح وبغمق بالأبيض وبالأسود وبعد كده بشوف إزاي أنصق الألوان إزاي أدرجها إزاي أركبها إيه القوام المناسب ليها إيه الفرشة المناسبة اللي أنا أقدر أستخدمها في عملية الرسم عشان تديني النتيجة اللي أنا عايزها أبتدي بعد كده طيب أنا مش بعرف أمسك حتى الفرشة مش بعرف أكون اللون وظيفتنا إحنا كمعلمين زخرفة إن إحنا نعلمك من أول مسكة الفرشة طريقة التلوين أنواع الألوان إزاي أركب لون على لون إزاي أكون الألوان المختلفة طيب حدها هيقول لي العلبة دي 12 لون إزاي أنا أقدر أكون منها كل الألوان أسرار تكوين الألوان دي رسمة أحد الطلاب طالبة آية أنا هاختم بالرسمة الجميلة اللي هي رسمة لطالبة زيكم زميلة ليكم أنتوا إن شاء الله هترسموا أجمل منها كل الدرجات اللي أنتوا شايفينها دي هنقدر نعملها فقط من الأصفر والأحمر والأزرق ولو حبيت أفتح أو أغمأ بستخدم الأبيض والأسود جميع الألوان الموجودة بقدر أكونها بنفس الطريقة يعني أنا لما حب أضرب أي لون سواء في الدهنات أو في التلوين هقدر أعمل اللون دوت بنفسي يبقى إحنا كده النهاردة اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن قسم الزخرفة إيه المجالات الحياتية اللي بيدخل فيها قسم الزخرفة؟ إزاي قسم الزخرفة بيفيدك سواء في حياتك العملية أو في حياتك الشخصية؟ اتكلمنا كمان عن مادة مهمة جدا من المواد الأساسية في قسم الزخرفة اللي بتعتبر أساس قسم الزخرفة وهي مادة الرسم الفني مادة الجمال الزخرفة زي ما اتفقنا هي عبارة عن الوجه الآخر للجمال أنا أتمنى أن الطلاب اللي حصلوا هذا العام على الإعدادية والطلاب اللي حاليا موجودين في قسم الزخرفة يستمتعوا بدرستهم المهمة يكتسبوا كل المهارات اللي يقدروا عليها الفرق بين طالب وطالب أن في طالب بيكتفي بأنه يدخل الامتحان وينجح وفي طالب تاني بيكتسب المهارة وبيتعلمها وبيتقنها وبيقدر يستفيد بيها في حياته العملية أشكركم وأشوفكم على خير